أيام قليلة تفصلنا عن موعد انتخابات مجالس المحافظات بالعراق في الثامن عشر من الشهر الجاري وسط تنافس الأحزاب والميليشيات للحصول على المناصب وزيادة النفوذ وسرقة الأموال في باب آخر من أبواب الفساد المشرعة في بلد تتحكم به عصابات الاحتلالين الأمريكي والإيراني الانحرافات الواضحة في استخدام المال العام في الترويج للمرشحين إشارة أخرى لملفات الفساد المتفاقمة حيث أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية أن المسؤولين الحكوميين يستغلون موارد الدولة ونفوذهم لكسب الأصوات في انتخابات مجالس المحافظات القوى الشعبية والوطنية ونشطاء ثورة تشرين الذين أطاحوا بمجالس المحافظات من قبل يجمعون اليوم على أن هذه الانتخابات ستكون صفعة إذلال للقوى الحاكمة بعد الإجماع الوطني على مقاطعتها وفقدها أي شرعية تتذرع بها القوى السياسية التي أوصلت البلاد إلى الفشل والفساد السياسي منذ عشرين عاما نحن ثوار تشرين مقاطعون ورعبضون لمجالس المحافظات هذه المجالس التي ألغتها دماء الشهداء مقتدى الصدر الذي يحاول فرض نفسه على الانتخابات رغم الإعلان عن مقاطعتها يستخدم أنصاره في مناوشات مع أطراف ميليشيوية أخرى ضمن أجندة الصراع المحتدمة على السلطة فضلا عن حرق مقرات بعض الأحزاب مع اقتراب موعد الانتخابات واحتمالية عدود الصدر عن المقاطعة فقد عرف بتقلباته السياسية في اتخاذ معظم قراراته مراقبون أكدوا أن نسبة المشاركة قد لا تتجاوز نسبة الثمانية وخمس عشرة بالمئة بسبب غياب الثقة بالأحزاب ونفوذ الميليشيات المرتبطة بإيران لا سيما وأن قانون الانتخابات لا يلبي طموحات الناخبين لتمثيل حقيقي ومع تجربة سوء الإدارة للدولة المتمثلة بالأحزاب الحاكمة فضلا عن العجز بالخدمات واستشراء حالات الفساد وإقصاء الكفاءات وسط استمرار نهج المحاصصة الطائفية ترجمة نانسي قنقر